السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلم بكم جاهدين للغراف في هذا الفيديو الجديد هذا الفيديو مختلف شيئا ما لاعبين السبعة عشر اللي لعبوا البارحة امام انجولان تذكره بعد اللعبة اللي يتباقلوا مشجلوم على المنتخل المغربي مع هذه اللاعبين السبعة عشر اللي شفت انا عملت واحد الفحص جبار تستدي اللعبة اللي يتباقلوا مشجلوم ممكن يكونوا كثيرا هداي فحص ديالي استد اللعبة من اسلو 17 هادو اللي لعبوا البارحة مع انجولان باش نتصلنا بعيد للصفر وقالبوا شجلو الهدف على نفسهم جبارت استدي اللعبة بطبعات الحل يتباقلهم وشجلوان تعرفوا على اللاعبين السبعة بدأوا باشرف حاكيمي لعب باريس اجير بالفرنسي اللي اتذكروا الهدف الاخير كان شجل مع مالي وقيله واحد النهار بكن نتصلنا بالصفر ولكن الهدف اللي كد ذكره كثير هو هدف كأس امم افريقية الاخيرة امام المنتخب الكونغولي الكونغو الديمقراطية المقابلة للعادل نفيها بواحد الواحد كما عند عز الدين ان Tahit لاعب تعلم حلقة الاقباع بيك مارسيق اللحين اشجل مع تنزانيا بكأس امم افريقية وكذاك شجل مع بوركينا الفاصو وشجل مع الكونغو الديمقراطية في ت conclude عن كأس العالم إذا عز الدين ان اهدف الشجل مع الزانبيه الاقباع المغريبي ثالث ع Haven's Doncic immun inici η حكيم زيش يحتى في طبعات الحال شجل مع المنتخب كان داف بكأس العالم شجل مع جؤونغو الديمقراطية في تصوية كأس افريقيا شجل مع الزامبيا في كأس أمم إفريقيا إذا اللاعب اللي عنده أهداف بطبيعة حال مع المنتخب الوطني المغربي كانت نحسن مع الزرجية رحل المقابلة ويدية مشو عند أيوب الكعبي يشجل مع الكوديور الكوديور بطبيعة حال أوليبيريا شجل الأدف أيوب الكعبي يلعب أولمبياكوس اليوناني كذلك والعناصر جيدة بطبيعة حال بطبيعة حال اللاعب زادة خدمة الأراضي ممكن يكون في المنتخب المغربي مشو عند يوصف النصير يلعب إيش بديل إسبانيش الأدف غالي أمام البرتغال وعدة أهداف أمام تانزانيا في كأس أمم إفريقيا أمام كانادا في كأس العالم إذا يوصف النصير يلعب كم هائل من الأهداف بطبيعة الحال مع المنتخب الوطني المغربي للملاحظة خمسة لاعبين شكرا لكم وإلى اللقاء